هياكم الله مشاهدينا من جديد والحين رح نتابع وموعدنا اليوم مع مواضيع شبابية من مجلة سيدتي وموقع سيدتي نيت مع الزميلة سلام صالح المزاري محررة في سيدتي ومعنا اليوم بعد الدكتورة هبة شركس استشارية نفسية وخبيرة وسرية وتربوية هياكم الله في الستوديو أهلا بك سلام في البداية خلينا نتكلم عن قسم آنيستي وهالقسم اللي دائما تخصصونا للفتيات ايش عندكم فيه بالضبط والله احنا عنا بقسم آنيستي بالمجلة وعنا على موقع سيدتي دوت نت قسم البنات فقط وبنتطرق فيه لكل المواضيع اللي بتخص الفتاة الشابة وبنتناول فيه القضايا المهمة وبنحكي فيه عن التغيرات الفيسيولوجية اللي بتمرؤ فيها البنت وبنتناقل من القضايا اللي بتهمها لقضايا الاجتماعية ضمن العائلة ضمن الأصدقاء وكل ما يخص الفتاة إلى الأزياء والجمال ومواضيع اللايفستايل اللي بتهمها ايضا وعننا كثير أقسام منها مبدعات سيدتي الشابات وسعوديات في الغربة وعننا ولد وبنت قسم جديد صلوا فترة معنا يعني قصيرة وكثير مواضيع يعني بنحكي فيها عن البنات وكل ما يحاكي اهتماماتهم حلو لو تخبرين عن قسم مبدعات سيدتي الشابات قسم مبدعات سيدتي الشابات بنحكي فيه بنصلة الضوء على أهم المواهب الشبابية اللي عند البنات بتختلف من بنت لأخرى في عندنا كان مواهب كثير بالفترة الأخيرة وجمعناها ضمن موضوع سعوديات بمواهب عالمية وفيها بنات ممكن يكون عندهم موهبة الاهتمام بالذات ممكن يكون عندهم موهبة الرسم ممكن تكون عندهم مواهب كثير منها اللي كانت معانا بتزيين فنون الكابكيكس كان عندنا بنت من السعودية وبنت أخرى كانت عندها تشاطر كثير بالتصوير الفوتوغرافي وبالرسم وكثير مواهب يعني تطرقنا إليها ضمن هذا الموضوع وأيضا عبر برنامج سيدتي عروتان الخليجية يعني بتمنى منهم يبعتون أن أي بنت حاسة عندها موهبة وحب أن أتسلت عليها الضوء لأنه تعرفي سيدتي دائما بترعى المواهب تبعتنا على contact at ss.net على الإيميل تبعنا الخاص وإن شاء الله بنتواصل معها ويكون لو كانت موهبتها جديرة إن شاء الله أكيد بنسلت عليها الضوء أكيد الدكتورة بما أننا نتكلم عن تنمية المواهب ومواهب الفتيات السعوديات البلات اللي يشوفونا الحين في برنامج سيدتي شنو الطرق اللي ممكن البنت تنمي موهبتها أو تكتشف لأنه في بعض البلات تكون عندها موهبة بس هي مو مكتشفة حالة أو تخاف ما عندها ثقة في حالة إيش الأساليب اللي ممكن تستعمله عشان تطور موهبتها أولاً البنت أو الولد لما يبدأ يكتشف أن في حاجة هو متعلق بيها حاجة هو بيحبها ما يستصغرش الحاجة دي ويبدأ يدور ويبحث عنها أكتر ويوسع معرفته حوالين هذا الشيء ولو هو بدأ يدور أو هي بدأت الفتاة تدور وتبحث يعني ودلوقتي بقى طرق البحث بقت كتيرة وسهلة جداً متيسرة لو بدأت تدور على أي حاجة هي مبدعة فيها بعض البنات بيبقوا مبدعين في الرسم بعض البنات في تصميم الأزياء كتير بنات عندهم الموهبة دي حتى لو كان في المكياج بعض البنات ممكن يكون مبدع في الكتابة يكتبوا حاجات بتكون رائعة أو يعني في المطبخ حتى ففي بعض المواهب في الأزياء كلمنا عنها ففي أشياء كتير جداً بس بعض الأشياء البنات بتاخدل منها أو ما تتكلمش عنها أو مثلاً لو قالت قدام صحبتها أن هي مبدعة في المطبخ فممكن صحبتها يسخروا منها فده يقل شوية من ثقاتها بنفسها لكن هي مهمة جداً أن هي تعرف هي بتحب إيه وما تحاولش تساير اللي حواليها بس أن هي تتبع كل اللي بيحصل حواليها لأ تكتشف الحاجة الفردية اللي هي يعني فعلاً متفردة فيها ومتميزة فيها وتبدأ تركز عليها جداً وتدور علشان توسع معارفها وتدور معارفها حوالين المجال اللي هي بتحبه وتدور إزاي تطبقه وتنفزه عملي وحتلاقي منافس كتير جداً بترعوها فيه مسابقات كتير بتتعمل على مستوى المدارس على مستوى الحكومات على مستوى حتى الجمعيات الأهلية تبدأ تقدم في أشياء ممكن بعض الفتيات بيشوف حاجات رائعة مثلاً بيسجلوها لنفسهم يحطوها على اليوتيوب يعني فيه فرص كتير جداً إن هي تعرض إبداعتها ودلوقتي طبعاً السوشيال ميديا بتساهل عليهم في خير دكتورة يعني من البنات يستعملون مثلاً الإنستجرام كمكان لبيع بضاعتهم أو لتطوير مواهبهم وليعرض مواهبهم والناس قاعدة تشوفها يعني بدلاً تتحرك من مكانها هي موجودة في البيت وتقدم مواهبتها هناك حاجة جميلة جداً وكمان لازم تدور على كل المهتمين بالمجال بتاعها وتتواصل معهم فعشان بيبقوا المهتمين حوالين العالم كله فأسهل من خلال مواقع التواصل الاجتماعي إن هي توصل للناس اللي مهتمة بمواهبتها علشان تقدر تتواصل معهم وتلاقي نفسها وتحقق ذاتها أهم شيء تكون عندها ثقة من نفسها وتحاول أن يتطور من نفسها ممكن تسوي بحوثات أو بحوث على جوجل وتحصل أشياء تطور فيها مواهبتها سلام في خلال يعني من قسم سيد أنيسة عفواً عندكم يعني قسم يختص بالمبتعات السعوديات لو تخبرين عنه زي ما حكينا أول شيء إحنا اسم القسم سعوديات في الغربة وفعلاً إحنا فيه بنحكي هدى عن المبتعثات السعوديات في الخارج يا بالدول العربية أو في الدول الأجنبية الهدف من هذا الباب هو كتير مهم لأنه البنات بيشاركوا معنا تجربتهم بالابتعاث أو تجربتهم بالسفر خارج دولة خارج المملكة والدراسة وهذا بيفتح مجال وأفق آخر للبنات اللي أريد يدرسوا في السعودية علشان يشوفوا كيف ممكن تكون تجربتهم بالخارج ممكن أنهم يتقدموا للابتعاث وعندنا كثير مواضيع بتناقش فيها وفيه كثير خبرات وكمان الحلو أنه بركزوا على الأشياء اللي بيستفيدوا بس أثناء من حاورهم يكون فيه كثير أشياء اكتسبوها من الخارج وبالنهاية هم عم بتطور مهاراتهم عم بتطور شخصيتهم بالخارج وبرجعوا عشان يفيدوا بالنهاية المملكة بلدهم بالخبرة اللي اكتسبوها من الخارج وعندنا كثير مواضيع منها على موقع سيدتي دوت نت ومنها في المجلة وبذكر لك من أهم المواضيع كانت شابة تركت السعودية بحثا عن الموضة في باريس عندنا المبتعثة فاطمة المؤمن لابتعاث مشروع شيق وجميل لمن يريد الاستفادة وتطوير الذات المبتعثة كمان روان بافيل كانت في المجلة أيضا عند الحياة بعيدا عن أهل تسقل الشخصية وهي طبعا هاي تختلف الخبرات كل واحدة بتستفيد بطريقة مختلفة ولكن احنا دائما بنحب نسلط هذا الضوء لشان نعطي فكرة للبنات اللي حابين يبتعثوا كيف ممكن تكون تجربتهم دكتورة هني نتكلم عن نقطة جدا مهمة اتكلمت سلامة عن انه هم قاعدين يوصلون تجربة سواء بلد مبتعثات كانوا موجودين او بلد راح يروحون تدرين دكتورة يعني في السعودية يعني ما في اختلاط بين الشباب والفتيات لما تطلع البنت تدرس برا في الخارج سواء في دول عربية او في اوروبا يمكن تواجه بعض الصعوبات او المشاكل في موضوع الاختلاط شنصائح اللي ممكن تقدميها للبنات اللي جاعدين يطالعونا ويتابعونا عشان يتجاوزون هذه المشكلة وينجحون في دارستهم او عملهم الأسر السعودية اللي بتسمح ببتعاس الفتيات عادة بتكون أسر متفتحة وبيكون أفوقها أوسع ومداركها أوسع وده بيساعد البنات ان هي كمان كفتاة يبقى أفوقها أوسع وتكون مداركها أوسع ما بتكونش أسر بتحاول تحسس الفتاة طول الوقت ان اي شاب حيقترب منك فهو هيكون وحش أو هيكون زئب أو هيكون لا بتحاول تحسسها ان فيه جزء من العلاقة ما بين الشاب والفتاة هو جزء علاقة طبيعية يعني هو جزء العلاقة الإنسانية مش العلاقة ما بين الزكر والأنسة العلاقة الإنسانية اللي بيستوي فيها أو بيستوي عندها الرجل والمرأة فده حاجة مهمة جدا أن هي تتفاهم ده هي من البداية تتفاهم أن فيه جزء جانب من العلاقات عادي بنشارك فيه الرجال وبنقدر فعلا فيه نحن نتواصل بشكل إيجابي جدا بعيدة عن كل الأفكار المسممة اللي ممكن تكون نتغزت عليها لكن فعلا اللي بيكونوا مبتعسات ودي حاجات أنا شفتها كتير بيبقى عندهم ساعة أفق بيبقى عندهم استقافة المشوهة بتاعة علاقة الرجل والمرأة طبعا بننصحها أن هي تكون مع الجرأة تكون حزيرة شوية في علاقتها وتقدر تفرق في العلاقات وتقدر أن هي تمنح نفسها فرصة أن هي تلاحظ المجتمع من حواليها وتبدأ تبقى انتقائية في علاقتها تحلل الناس من حواليها ما تكونش اندفاعية لأن بعض المختاربات بمجرد ما خرج من البلد اللي هو فيها بيبدأ الحماس والاندفاعية ممكن توقحها ببعض المشاكل غير النتيجة لسؤل دراسة المجتمع فمهم جدا أن هي ترائب المجتمع من حولها وأن هي تجمع داتا حواليها وتلاحظ أنماط العلاقات وتلاحظ أنماط الشخصيات وتشوف الفرقات ما بين المجتمع اللي هي تعيش فيه والمجتمع اللي هي انتقلت فيه علشان تقدر تخطو في هذا المجتمع خطوات تكون فعلا واثقة ومتأنية السلام في هذا الإطار أكيد حصلت تعليقات على سيدتي نتو مواقع التواصل الاجتماع كيف كانت التعليقات على هذا المواضيع في الحقيقة هو أكثر التعليقات بتيجي على كثير مواضيع ضمن منها المختربات ومنها المبدعات لأنه الناس تتفعل مع هذه المواهب الشابة وبنت ولد وبنت ولد بالضبط أقولك عنها كنت بنت ولد قسم فيه ضمن أنيستي وضمن البنات فقط في موقع سيدتي دوت نت بهذا القسم بالتحديد بنتناقش وبنحاول نوجد أرضية لفتح الحوار بين الشابات والشباب وفيه بنحكي عن الشخصيات يعني مثلا البنت كيف تشوف الشخصية الشاب الجريء مثلا أو هو كيف بيشوف البنت المغرورة وشو بيعجب وشو ما بيعجب وهذه هدفها جدا مهم والرسالة منها تكمن بأنه هي بتخلي البنت تفكر كيف ممكن يكون ينظر الرجل وكيف ممكن الشاب يشوف البنت كيف تنظر الرجل بهذه الشخصية وبالتالي أنت عم بتوعيهم بعمر صغير كيف ممكن الطرفين يشوفوا بعض بطريقة مختلفة وبطريقة هيك بناتية مهضومة هذا ممكن يفيدهم طبعا بحياتهم الأسرية لأنه مع الأخوات إذا أخته ولده بنت ممكن تتفهم أكثر الأخوها وهو يتفهمها أكثر ممكن تفيد في الجامعة للمبتعثات وممكن تفيد طبعا بزمالة العمل بتعرفها الأب السعودية كل يوم عن يوم عم بتزيد فرص عمل البنات السعوديات كمان أيضا ممكن بعدين بفترة لاحقة لما تتزوج كل هذه خبرات عم تكتسبها من خلال قراءة هذه الموضوعات وتشوف كيف الرجل والمرأة بينظروا لبعض بطريقة مختلفة بس بعمر صغير الشاب والشابات في كثير المواضيع طرحناها على سيدتي نت وعلى قسم أنسة في المجلة منها ما الذي يعجبك ولا يعجبك في الشخصية الجريء ما الذي يعجبك ولا يعجبك في الشخصية القوية الشاب العصبي جذاب أم منفر وفيه بنحكي كيف رأي البنت عنه هل يعجب الشاب الفتاة المغرورة طبعا البنات هذه المواضيع تسألتين عن مواقع التواصل الاجتماعي جدا جدا بيكون فيه تفاعل لأنه كل واحد بدي يشوف في الثاني كيف بيشوفوا يعني هذا يعني بكونوا مهتمين كثير وأكيد حيكون فيه خلال الحلقة اليوم كمان لقاء مع ولد وبنت أكثر ليحكوا عن هذا الموضوع إن شاء الله أكيد دكتورة ايش رأيك في هذا الموضوع شكثر مهم إنه كمجلة سيدتي ومواقع سيدتي نت إنها تحاول تواعي البنات الفتيات اللي ممكن تستحي إنها تكلم والدتها في موضوع تشدي شكثر مهم تعرف البنت علاقتها مع الطرف الآخر وكيف ممكن نوازم وجهة نظرنا للرجل هو الكلام اللي بتقوله سلام ده كلام جميل جدا إن البنت تبقى قادرة تعرف وتشوف نظرة الشباب للبنات بمختلف الصفات اللي بتكون موجودة فيهم لأن بعض البنات بيمتحينين اللي هما بيعملوه ده هو الايديال فمهم إن هي تشوف إن الرجل أو الشاب بينظر إلى الأمور بمنظور تاني مختلف ده بيأهلها لإن هي بعد كده تقدر تختلط مع الشباب في الجامعة وتقدر تختلط حتى في علاقتها الزوجية بيأهلها لأشياء أكبر ويوسع مداركها بشكل جيد جدا ويخليها تشوف الأمور باستمرار من زوايا مختلفة دي مهمة دي نقطة مهمة جدا لأن دايما وجهة نظر المرأة في الأمور بتختلف عن وجهة نظر الرجل فلما نبدأ نناقش نطرح موضوع ونشوف رأي الأولاد ورأي البنات فأكيد ده هيعلمها إن اختلاف وجهة النظر وإزاي نقدر إن إحنا بعد كده هتبقى متوقعة إن وجهة نظر الرجل هتكون كده 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 فكون إن أنا يبدأ البروجرام بتاعي الداخلي يكون فيه الوعي بأنا والآخر ده الواحده تأهيل شكل من أشكال التأهيل للزواج وده شيء بيكون مطلوب وحتى إحنا بنقوله الأمهات إن دايما نكلمي بنتك أخوها بيفكر إزاي وكلمي الولد أخته بتفكر إزاي عشان نبدأ نعمل وعي على الاختلافات الأساسية والجوهرية بين الرجل والمرأة فكون نبقى فيه على مواقع التواصل الاتماعي فيه فكرة بتتبنى هذه الفكرة أو فيه مكان بيتبنى هذه الفكرة فده مكان حيساعد على التنشيئة الزوجية في المستقبل دكتورة أبي أستغل وجودتش معانا وأبي أسألتش في هذا الإطار شكثر إنه البنت لما تكون صريحة وتتحاور مع الطرف الآخر شكثر هذا الموضوع ممكن يشوف الرجل إنه شيء إيجابي موسلبي في المجتمعات العربية الرجل ما بيشوفش المرأة الجريئة بصورة إيجابية في أغلب الأحيان يعني مش عايزين نعمم بس ده في أغلب الأحيان والمفروض إن البنت حتى لو كانت جريئة تكون حذرة صريحة وتكون حذرة وتكون انتقائية في ألفاظها في أسلوب عرضها يعني جميل إن أنا أكون صريحة لكن الصراحة دي لازم تاخد حدود ولازم من شخصية صريحة ما تكونش حد خصوصا إن إحنا بنتكلم في عمر الشباب والشابات وهم بيتسم كل سلوكياتهم بالحدة فمهم جدا إن إحنا برضو يكون فيه جانب من التوعية بإن الحدة في الصراحة أو الحدة حتى في الانزواء أو الانغلاق على الزاد التوجهات الإكستريم دي أو المتطرفة دي سلبية فجميل إن البنت تكون صريحة وتكون بتقول بتعلد وجهة نظرها وما بتكونش حدة وتكون مرنة وتبقى بتتقبل وجهة النظر الأخرى وتبقى بتوسع مدركها مش بتبقى داخلة بهدف إن هي تثبت رأيها إن هو الصح بس ينكون منفتحة على الحوار صحيح أكيد دكتور البنات إن شاء الله يستفادون من نصائحة سلاب إيش عندكم في قسم سيدتي مواضيع لهذا الأسبوع عندنا في قسم أنيسة بالتحديد في المجلة هذا الأسبوع موضوعين كتير مهمين هل هناك مشاكل مناطق الحساسة عند الفتيات هل هناك حب حقيقة عبر الإنترنت هذا ضمن قسم بنت ولد اللي كنا نتحدث عنه قبل شوي عنا على موقع سيدتي ممكن الصبايا اللي حابين يتابعوا يزوروا موقعنا www.syedaty.net slash girls only لمواضيع البنات فقط في عنا تمرين عملي للتحرر من الألم النفسي لدى الفتيات وهذا ضمن مواضيع كتير لتطوير الذات اللي بنترحها على البنات بسن مبكر عشان التوية وتفتيح المدارك زي ما ذكرت الدكتورة عنا أصغر إعلامية سعودية هل تنافس حالة ترك عنا فنانة تترك الغناء لتصبح حالة فضاء هاي كلها مواضيع في موقع سيدتي نت لهذا الأسبوع في قسم البنات فقط بالتحديد زميلتنا سلام أبي أشكرت على وجودش معنا ودكتورة رهيبة شكرا لحضوركم معنا في الستوديو احنا مشاهدين رح نكمل برنامج مشاهدين رح نشوف أهم عنوين آنيستي على المجلة ما قلتينيها قبل أشكرت سلام آنيستي ذكرناها هي مشاكل مناطق الحساسة وهل هناك حب حقيقي عبر الإنترنت مع ظاهرة التواصل عبر الإنترنت للبنات والشابات طبعا هذا ضمن قسم ولد وبنت اللي احنا حكينا عنه قبل قليل وإن شاء الله سيكون خلال الحلقة اليوم في فقرة أخرى تتحدث أيضا مع شاب وبنت من ستوديو جدة إن شاء الله أكيد شكرا لك سلامة دكتورة رهيبة ورح يكون لنا مشاهدين حديث أكثر عن وجهات نظر ولد وبنت في موضوع الشخصيات لهاي ديئة لكن في ستوديو مكتب جدة بعد الفاصل خليكم معنا